اشتركوا في القناة واجب وقد استدلوا على ذلك بحديثين مشهورين اما الحديث الاول فحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم الى الجمعة فليغتسل والحديث هنا ورد بصيغة الامر والحديث الثاني حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم والثاني صرح بالوجوب اما جمهور اهل العلم فقد ذهبوا الى ان غسل يوم الجمعة مستحب وهو عندي اوسط الاقوال واعدلها لانه مستدل بحديثين اخرج حديث الوجوب عن الوجوب الى الاستحباب منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه من توضأ فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعة فاستمع وانصط غفر الله له ما بين الجمعة الى الجمعة وزياد ثلاثة ايام ومنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل افضل هذا والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد اشتركوا في القناة